طيب يعني ايه بلانت باي تكنولوجي احنا معرضين لكارثة في المستقبل لان تبقى لمنظمة الغزاء وزراعة قد نفس الصفة بتاعة البكتيريا وبقى قادر هو كمان يموت الحشرات تقدر تحدد الحالة قدامك دي هل هي عجيناتك لي موديفايد ولا جيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيك في المحاضرة الرابعة من كورس introduction to biotechnology واللي بعنوان بلانت باي تكنولوجي في المحاضرة دي وفي الكورس كله عموما مش طالب منك انك يكون عندك اي خبرات سابقة ولا اي معلومات انا بتعامل معاك لان معلوماتك عن biotechnology 0 او تحت الصفر كمان واحدة واحدة بنقال بالمعلومات فيما تقلعش الحاجة الوحيدة اللي بطلبها منك هي الالتزام بترتيب الحلقات علشان انت هكبر استفادة من الكورس وكمان يهميني جدا جدا انك تشوف المقدمة او الحلقة صفر اللي هي اول فيديو في البلاي لست دي علشان اتكلمت فيها عن نظام الامتحان والشهادة واتكلمت كمان عن الاستفادة اللي هتوت عليك بعد ما بتخلص الكورس بالكامل وكل التفاصيل اللي محتاجة تعرفها زي المصادر اللي انا شغال منها مثلا واي سؤال ممكن يجي في بالك بخصوص الكورس هتلاقيني متجاوب عليه في الفيديو دا فعلشان كده الفيديو دا ضروري جدا لاني مش هعيد كلامه في اي فيديو تاني علشان ما ضيعش من وقتك في الفيديو فعلو انت ماشي بالترتيب الطبيعي تعال نشوف محاضرة النهاردة بتتكلم عن ايه لا تنساش ان الانك الامتحان الخاص بالمحاضرة موجود في الديسكريبشن وطبعا شرحت في المقدمة ونظام الامتحانات والشهادة والكلام دا زي ما قلت من شوية ايه اللي هطلع بيه من المحاضرة دي واللي لازم اكون اعرف بمجرد نهاية الفيديو زي برضو ما بقول كل مرة ان اللي بيكون موجود في السلايد دي انت مش مطالب انك تعرف اي حاجة تاني غيره يعني ايه برضو زي ما بقول كل مرة برضو ان اي حاجة بنتطرق ليها بشكل بسيط او مش بنتعمق فيها اوي او بقولها سريعا كده بيبقى الموضوع مقصود لانه هيتشرح بتفاصيل تانية في محاضرات تانية او في كورسات تانية او انت ما ينفعش يتاخده دلوقتي او ما ينفعش يكون في كورس اصلا انترو دي كل الحكاية فما تشغلش بالك بحاجة غير اللي انت مطالب بيها اللي بتكون قدامك اول حاجة طبعا احنا بنتكلم المحاضرة بعنوان بلانت بيو تكنولوجي فهنعرف يعني ايه بلانت بيو تكنولوجي هنعرفه من حيث بقى يعني الابليكيشنز الزمان وحاليا فهيكون معانا توديفينيشنز يعني الانشان بيو تكنولوجي ابيليكيشنز هنتكلم عن كم ابليكيشن كده للبيو تكنولوجي قديما وطبعا اللي يهمنا دايما في المحاضرة المودرن بيو تكنولوجي ابيليكيشنز بعد كده هنتكلم وهنقارن ما بين حاجتين مهمين جدا الجين ايداتد والجيناتكالي موديفايد وهتركز عليهم جدا جدا لان هي حاجة مش خاصة بالبلانت بس لكن كمان للانيمال برضو ومحاضرة الانيمال بايتكنولوجي هي بعد دي بمحاضرتين مش هعيد الكلام ده تاني بس هفكرك به لانك لازم تكون فاكرو فركز جدا في الجزئية بتاعت الجين ايداتد والجيناتكالي موديفايد علشان تقدر تفرق ما بينهم بسهولة طيب يعني ايه بلانت بايتكنولوجي زي ما قلت احنا هنعرف البلانت بايتكنولوجي هنا على اساس الاستخدامات قديما والاستخدامات حاليا او حديثا يعني فلو هنعرفه بالابليكائشنز اللي كانت بتحصل زمان او اللي حصلت في البداية هي ممكن تكون بتحصل للا لسه حد دلوقتي لكن يعني اللي هان كانت في بداية الموضوع زي ما قلت ان علي انتشان بايتكنولوجي نقدر نقول كده ان ما كانش معروف اصلا ان هو اسمو بايتكنولوجي يعني كان بيتعامل لكن مش معروف ان ده بايو تيكنولوجي زي ما شرحت طبعا في محاضرة المايكروبيان اللي هي كانت قبل دي فلو هنتكلم من حيث بقى الابليكيشنز القديمة هنقول ان احنا بنستخدم الحلول اللي هي صديقة للبيئة بدل الحلول التقلودية اللي احنا بنستخدمها في ايه طيب؟ احنا بنقول بلانتي بقى اكيد في الزراعة مش محتاج ان انا اقول كده فبنزر عادي لكن بنستبدل بقى الكيمويات اللي هي ممكن تكون ضرة بالبيئة او كده بحاجات طبعا يعني فرندلي للبيئة الحاجات دي ايه برضو مش محتاجة اقولك احنا بنستخدم بايو تيكنولوجي او شغالين بايو تيكنولوجي فطبقا المحاضرة الاولى لازم يكون عندي ايه في الاساس لايفينج اورجانيزم فاكيد بتكون من لايفينج اورجانيزم زي ما هيتشرح دلوقتي طيب لو هنعرف بقى من حيث الابليكيشنز الجديدة او حديثا بقى فزي ما قلت برضو في المحاضرة الاولى ان اي ابليكيشن حاليا للبايو تيكنولوجي هو اما رليتد بالجنتيك بالجنت gösterm안� Avanti بس تغضم التشوي في التكنيك بتاعتج عن تكنيك لان لما تسمع تكنيك مش عايزك تحط فتماغك التكنيك او حاجه واحده لا consegue Çok trace ب seamless ويعني هوضح لك كم واحدة منهم في محاضرة الانيمال وكم تكنيك برضو في محاضرة الميديكال وبرضو يعني التكنيكس قليلة كده في المحاضرة بتاعتي النهاردة فهي تكنيكس كتيرة جدا فلما بستخدم التكنيكس دي علشان اعمل ايه بقى؟ علشان اعمل جيناتيكالي موديفايد بلانتس نباتات معدلة وراسيا او معدلة جينيا فانا كده بعمل بلانت بايتكنولوجي بمفهوم الحديث او بالمودرن يعني الimportant of plant biotechnology انا بعمل بلانت بايتكنولوجي ليه كل الفيلد يعني ليه المميزات بتاعته واكيد مش عمله هباء كده زي ما قلنا برضو في المحاضرة الاولى انا بعمل بايتكنولوجي الحاجة التالتة او الباينتين التالتة اللي اتكلمنا عنها او كانت التانية انه لازم يكون في استفادة للانسان بطريقة مباشرة وغير مباشرة فالبلانت بايتكنولوجي هيفيد الهيومن في ايه زي ما انا بقول ان انا بغير الطرق التقليدية بطرق صديقة للبيئة في الزراعة او ان انا بزرع نباتات معدلة وراسيا او بشتغل عن نباتات معدلة وراسيا طيب انت ايه اللي ضفته يعني انت ما عملت ليش حاجة جديدة احنا كده كده كبشر بنزرع وكده كده عندنا نباتات وعندنا غزاء فايه الاضافة اللي عملها البلانت بايتكنولوجي بانه بيعمل الابليكيشنز دي باختصار لو الاضافة مش ملموسة ومحسوسة دلوقتي بالشكل القوي فاحنا معرضين لكارسة في المستقبل لان تبقى لمنظمة الغزاء والزراعة فنبقت ان بحلول الفين خمسين هنكون حوالي تسعة م بليور نسمة طيب ايه تاني ان احنا نحتاج اكتر من الغزاء اللي موجود حاليا بنسبة 70% فانت دخل تقريبا على ضعف الكمية فوزاوة بلانت بايتكنولوجي مش هتعرف توفر النسبة الكبيرة دي فلو مش حاسس باهمية البلانت بايتكنولوجي دلوقتي او الاجريكاليتشور بايتكنولوجي بالمناسبة البلانت هو الاجريكاليتشور هو الجرين فانقبلك اي من التلاتة التلاتة واحد يعني ما تسمعش حد يقولك ان هم مختلفين فمعرينا فلو زي ما قلت الفايدة مش محسوسة ولا ملموسة دلوقتي بالقدر الكبير هي طبعا في فواية حاليا زي ما هشرح لك في بيات المحضرة لكن ما اعتمدين جدا جدا على البلانت بايتكنولوجي في المستقبل ان يحللنا طبعا ازمة متوقعة اللي هي في الغزاء اللي لولاية طبعا هتبقى ازمة وكرسة على العالم كله مش دول العالم التالت بس يعني ده بالنسبة البيتكنولوجي كدفينيشن سريع كده طيب لو هنتكلم بقى عن الانشنت بايتكنولوجي الابليكيشنز بتاعتها فعندنا اول ح واحدة المشهورة جدا البي جي بي أر يعني ايه بي جي بي أر باختصار كده انا بستخدم البكتيريا علشان احسن من نمو النبات وبما اننا بنقول ان هو انشنت بايتكنولوجي فبنسبة كبيرة جدا مفيش يعني التكنولوجي الحديث مفيش من الاخر اللعبة فالجينات فاحنا بنستخدم البكتيريا دي علشان تحسلي من نمو النبات البكتيريا اسمها ايه بلانت جرس بروموتينج ليزوبكتاريا البي جي بي أر الديفنيشن او الاختصار بالاش اللي فنيش كله الاختصار ده مهم جدا ما عايزك تحفظه يعني مش هتكرر في الكورس كتير لكن هيتكرر قدامك لو انت بتدرس انت باي تكنولوجي في اي مكان يعني او ممكن يتلق قدامك كتير كشخص عندك بيزيكس للبلانت باي تكنولوجيا او الاجريكالتش البيا تكنولوجي لازم تكون عارف الاختصار ده معناه ايه ووظيفته ايه بالزبط او الوقود الحيوي واعتبر من الابليكيشنز القديمة اللي اتعملت في البلانت باي تكنولوجي لان بيكون مصدره البلانت ما بكلمش كتير في الانشنت الابليكيشنز سواء بلانت سواء مايكروبيا لان كان لان انا مجرد بديك البيزيكس بتاعتها علشان كباي تكنولوجيست او شخص دارس باي تكنولوجي ما عمفهش ما تكونش عارف المودي بتاعك او التاريخ بتاعك لكن مش بحب ارغيف تفاصيلها ولا ارهكك فيها لان احنا بنتكلم في حاضر ومستقبل انا مش هستفيد حاجة ولانت هستفيد حاجة لما افضل اعلمك في حاجات قديمة جدا 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 عفى عليها الزمن وان كانت بتستخدم لحد الان بس احنا داخلين دلوقتي في عصر الجيناتك انجينيرينج هو احنا حاليا فيه في كمته فده اللي بركز لك عليه علشان كده اهمالي الجزء بتاع الالد باي تكنولوجي يعني بيكون عن قصد لان المودرن اكيد افيد لك طبعا لايز ان تاخد اكزامبلز بسيطة على الالد او الانشنت يعني علشان تكون منلم بكل حاجة زي ما قلت فلو نت نتكلم بقى عن المودرن بلانت باي تكنولوجي ابليكيشنز عندنا مودرن يبقى جينزة على طول فبنستخدم الجينز الموجودة في بعض البكتيريا علشان نعمل جيناتكالي بلانت تس تكون ايه؟ تكون مقاومة مثلا لامراض زي الامراض او العدوات الفطرية عن طريق الجيناتك انجينيرينج بنعمل تلاعب في الجينات بنلعب في الجينات ونغير فيها بتاعة البلانت علشان نخليه مقاوم لبعض الظروف ولياكم مثلا الساقية ده لعب في الجين نفسه او في الجينوم نفسه طيب لو عايزين ناخد كازاستادي ففي المحاضرة دي مفيش كازاستاديس كتير يعني لكن في محاضرة الانيمال يعني هديك اكتر من كازاستادي بشكل بير جدا لكن علشان نكون يعني قولنا ابليكيشن صريح لان احنا عمالين نقول زي كذا او زي كذا لكن لا عايزين حالة اتنفزت على ارض الواقع علشان نقدر يعني نلمس الموضوع بشكل اكبر فعندنا مثلا الكازاستادي دي الباسيلاسترانجينيسيس جين is inserted into plant ايه هي الباسيلاسترانجينيسيس ده نوع من البكتيريا او دي نوع من البكتيريا هي بكتيريا ممرضة للحشرات يعني من الاخر بتصيب الحشرات وبتموتهم طيب انا بستفيد منها ايه كبلانت او ايه اللي حصل الابليكيشن اللي حصل كالاتي ان احنا عندنا ايه دي نوع من الحشرات بيأزي او بيأكل او بيتغزى على اه بعض انواع الدرة يعني فزي ما انت شايف كده الورق يعني لو عدت الورق هنا وعدته هنا ده مخطة تخيول يعني فهي بتتغزى على الورق واكيد ده بيضر النبات فده اه بلانت عادي ما حصلوش اي حاجة بعمل ايه بجيب الباصيلة سترانجاناسيسجين المسؤول عن ان هو يهاجم النوع ده من الحشرات او ان هو يكون ممرض لها او يموتها وبعمل له انسيرت جوه البلانت نفسه فإن اللي يحصل يبقى عندي البلانت ذات نفسه مش بقى البكتيريا خد نفس الصفة بتاعت البكتيريا وبقى قادر هو كمان يموت الحشرات دي فبالتالي الحشرات بتموت والنبات زي ما هو بعد تعرضه للحشرات يعني مجرد ما الحشرات تحاول تتعرض له بتموت نتيجة كده والبلانت زي ما هو بيحافظ على صحياته فدي يعني كيز الصفة دي قدامك دي حصلت فعلا يعني الرسوبات تخيلية ماشي عشان توضح له لكن دي حصلت فعلا قدامك يعني حاجة حصل بالحقيقة لو حابب تدور عليها بعد كده اخر جزئية معانا في المحاضرة وهي مكرنة ما بين الجين اداتد والجين اتكالين موديفايد الجزئية دي مهمة جدا جدا ولازم تقدر تفرق ما بين الاتنين انا هقولك هنا حالة واحدة وهقولك هنا حالة واحدة برضو لكن بعد كده لو قبلك ميت حالة الف حالة مليون حالة برة المفروض لو انت فهمت الجزئية دي كويس تقدر تحدد الحالة اللي قدامك دي هل هي جيناتك الموديفايد ولا جين اداتد حتى من غير ما اقولها لك هنا لكن لو فهمت اللي هيتكتب ولا هيتقال المفروض تعرف لوحدك من غير ما تحتاج مساعدة من حد سريعا كده الجين اداتد يعني ايه انا بعمل ادتنج للجنوم بتاع الارجنازم بيوزنج كريسبر تكنولوجي طيب ادتنج يعني ايه تحرير او تعديل بتشوف مثلا ما يكون معاك صورة فتبدأ تعدل فيها في الجالرية عادي كده يعني تعديل بسيطة ان انت مثلا تعلي البرائتنس بتاعت اه اه او يعني تغير في مكان الاضاءة نفسه او تضيف فلتر او الكلام ده كله فانت بتعمل تعديل عليها مش بتغير مثلا من الباك جراوند ولا بتشيل نفسك من مكان اللي انت متصور فيه وتحط نفسك جنب حد مشهور مثلا او كده لا انا بتكلم عن التعديلات اللي بتغير من مظهر الصورة بدون ما تخلب بشكلها الاساسي او بقوامها الاساسي فالجين اداتت حاجة مشابهة للموضوع ده انا بعدل في الجنوم بتاع الكائن الحي يعني باجي عندي جين عنده اغير فيه او اوقفه خالص وعطل وظيفته كريسبر تكنولوجي مش هاد سدخلك في تفاصيلها بس هي دي من التون اللي بنستخدمها في الجينوم ايداتنج يعني اغل جين اداتت كريسبر تكنولوجي الكريسبر هي عبارة عن تكنولوجي التكنولوجي دي بتعمل ايه عاملة زي الاستيكا والقلم الرصاص يعني بتخش كده على الجينوم وتبدأ تمسح في الجينات كده وتعدلها وتعيد كتابتها بالقلم الرصاص ده على طريقة مزاجك انت والطريقة المناسبة لك والحاجة اللي انت حاببها ده باختصار اللي بتعمله كريسبر يعني طيب تعالى ندي مثال سريع كده عشان نفهم المثال اللي معانا ان احنا بنعمل انكتابيتنج لجين في الماشروم الجين ده مسؤول عن ايه مسؤول عن انه ينتج انزيم اللي هو بيعمل لي البرونينج او اللون البني اللي في الماشروم زي اللي انت بتشوفه مثلا في التفاح كده يعني اكيد بيعد عليك اللون ده فهو حاجة زي وكده موجودة في الماشروم فانا دي حاجة مش حاببها كهيوما يعني مضرة للماشروم شكلها مش لطيف بتقلل من عمره الافتراضي فببدأ عن طريق الجين ادتنج ان انا بعمل جين ادت للماشروم ده فبعمل يعني اقاف تنشيط او انكتابيتنج للجين فلما بعمله تصبيط او بوقف نشاطه بالتالي ما بيقدرش ينتج الانزيم فلما ما يعرفش ينتج الانزيم فاللون البني ده مش هيحصل عندي وبالتالي عمره بيكون اطول وما بيتعرضش الاصابة باللون ده الحالة اللي قدامك دي او الصورة اللي قدامك دي مهمة جدا تعرفها ده زي ما قلت الماشروم وده first gene edited crop يعني ايه ده اول محصول اركز عليها قوي ده اول محصول تم تعديله جينيا باستخدام كريسبر وتوافق عليه انه يستخدم يعني كغزاء للبشر كلام ده كان سنة 2016 يبقى هو first gene edited crop الwhite button mushroom تمام كده والادتنج حصل له عن طريق ايه عن طريق كريسبر زي ما انت شاف قدامك كده اللون البني اللي فيه او البرونج ده مش هيحصل لان احنا خلاص شلنا الجين المسؤول عن الموضوع ده مش هتقدر تفرق ما بين الجين edited والجينات kali modified إلا لما حطت لك definition التاني برضو وبعدين اقرر لك ما بينهم لو نتكلم بقى عن الجينات kali modified فانا بعمل introducing او بدخل جين جديد من كائن حي مختلف او من DNA مختلف للكائن الحي اللي معايا ده او يعني للorganism اللي معايا علشان اعطي له صفات جديدة يعني باختصار recombinant DNA وطبعا انا شرحت لك يعني ايه recombinant DNA في المحاضرة اللي فاتت بتاعت الميكروبيا البيو تكنولوجي فارجع لها الاكزامبل هو نفس اللي قلنا المرة اللي فاتت وهشرح لك بقى سريعا او اللي قلنا اللي صديد اللي فات يعني هشرح لك بقى سريعا كده ايه الفرق ما بينهم انا دلوقتي عندي الماشروم عملت في ايه كان فيه جين بيعمله مشكلة بيعمل اللون البني ده كل اللي انا عملته ان انا عطلت الجين ده هل انا اكسبت الماشروم ده صفة جديدة هل مسلا بقى عنده عليه اشر زي اشر الموز مسلا يعني لا اكيد مش هل بقى طعمه طفاح لأ برضو فهوست الماشروم لكن يعني طباعه اتغيرت ليه لان انا عطلت وظيفة جين من الجينز بتاعته يبقى الجين ادتت انا بعدل على الارجانزم بعدل على الجينون بتاعه مش بضيف له اي صفة جديدة انا بس بلعب في الجينات بتاعته طيب الجينات كليموديفايد لا دي حاجة تانية خالص انا بديله صفة جديدة استحالة تكون موجودة فيه اصلا يعني بجيب له جين من كائن حي مختلف تماما عنه فاكون ريكومبراند دي ايه زي ايه مثلا زي الدورة ده يعني الخاصية او صفة مهاجمة الحشرات دي صفة في بكتيريا مفيش نبات بيهاجم الحشرات مفيش كده فلما انا اخلي النبات ده بيهاجم الحشرات دي صفة يوجد معنى ايه فانا كده عملت الانت كليموديفايد لو هنبعد عن المثالين دول ونتكلم على اليومن مثلا لو اناね عندي انسان خليت لون عيني بدل ما هي خضرة مثلا خليتها زرقه هل لانا كده او صفة جديدة انا внеш Sora قطفة جديدة وهو عنده عين عادي ومن ضمن الصفات اللي عنده ان العين بتاعته ليها لون كل الحكاية اللي انا عملته يعني ان العين بدل ما هي خضرة خلتها زرق فهنا قدأست أجلت إbardziej طيب لو هو خلية الإنسان مثلا يطير أو خلية يوجه جنهات مثلا افتراضا.... هل انا عملت escrito إikes ؟ لا! أنا قدأست أجلت 거예요 هذا الطيران أو الأجنحةёл... sociedま挪 atrás الانسانomsopp فأنا قدأت URLs دخلت جين من جين حياٍ مختلف فأنا كده عملت جينات كالي موديفايد ده باختصار الفرق ما بين الاتنين يبقى لو هنلخصها سريعا في أن أنا في الجين ايدتينج أنا مجرد أو الجين ايدتينج أن أنا مجرد بلعب في الجين هم بتاع الكائن الحي من غير ما بدخر عليه أي جين غريب فمش بكسبه صفة جديدة أنا مجرد بغير في شكل صفات وأما الجينات كالي موديفايد فدي بغير أو بضيف جين جديد تماما من كائن تاني مثل أنا أخد جين من البطاطس أضيفه للطماطم لكن مثلا لو شلت جين من الطماطم اللي بيخليها تكون طرية أو عطلت الجين اللي بيخلي الطماطم تتفعز أو تبقى طرية أنا كده عملت جين ايدتين ما ديتهاش حاجة جديدة أنا بس يا دوب عطلت جين فيها طيب لو ضفت لها جين البطاطس المسؤول عن الصلابة لا أنا ديتها صفة جديدة جايب الصفة دي منين جايبها من أورجانيزم تاني اللي هو البطاطس أصلا فكده جينات كالي موديفايد وبس ده كده الفرق السريع يعني أو الملخص للجين ايدتد والجينات كالي موديفايد وللمفروض لو ظهرت قدامك أي حالة غير المكتوبين دول تكون قادر تحدد هل هي جينات كالي موديفايد ولا جين ايدتد وأشوفك على خير إن شاء الله في المحاضرة الجاية الـ Environmental Biotechnology شروط المحاضرة زي ما أنتوا عارفين الكورس كان مفروض بخمسين دولار وبقى فشروط بسيطة 10 مشتركين و 100 مشاهدة للمحاضرة دي وبعد كده المحاضرة اللي بعدها بتنزل على طول حتى لو كان تاني يوم سلام